مستمرين مع حضراتكم في محافظة الضميات وتم تقديم خدمات طبية لأكتر من 336 ألف مواطن خلال شهر أغسطس الماضي بنتكلم عن أكتر من 170 ألف مواطن حصلوا بالفعل على خدمات من خلال الكشف في العيادات الخارجية و790 مواطن حصلوا على خدمة الرعاية المركزة و306 من الحضانات للردع بالإضافة إلى أكتر من 21 ألف غسيل كلاوي وما يقرب من 2000 عملية جراحية الحقيقة هي أرقام ضخمة ضخمة جدا بتعكس حجم الشغل المبذول في محافظة واحدة فقط علشان كده في خطة تم وضعها لرفع كفاءة وتطوير المستشفيات لكل محافظات جمهورية مصر العربية التطوير ده شمل إنشاء مباني جديدة بناتحتية وأجهزة جديدة يمكن كمان التحول الرقمي اللي بتشهده الدولة كان ليه الحقيقة دور كبير جدا لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية في الفترة اللي فاتت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر